على وقع الخطوات المتسارعة نحو اقتراع الثامنة عشر من كانون الأول تزداد حماسة القوى السياسية لطرح الملفات الجذالية بهدف خط لوائحها الانتخابية عليها قانون العفو العام وما له وما عليها الزميل أحمد ليث سيوضح وسيتناول بالتفصيل في هذا الملف بعد جملة من الحوارات المكثفة للأحزاب السنية مع الإطار التنسيقي أول خطوة لعرض قانون العفو العام في مقدمة الملفات السياسية هي قيام الحكومة بالمباشرة بإعداد مسودة القانون التفاهمات السياسية المبدئية قد تحتاج إلى وقت كي تصل إلى مراحل الاكتمال بخصوص فقرات العفو العام بلا شك بأن هناك اتفاق ما بين الكتل السياسية بتشريع هذا القانون لكن بعد مناقشة هذا القانون وبنودة كان هناك خلافات ما بين الكتل السياسية فيما يخص بعض المواد قد تكون مادة الشخصيات المتوارطة بالأرهاب أعتقد بأن هناك صار من قبل الإطار التنسيقي بعدم شمولهم بالعفو المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السنية لقانون العفو العام لم ترضي الإطار التنسيقي الذي أوضح موافقته بتمرير القانون حال كتابة مسودته بجزئية شمول السجناء أي بعزل الإرهابيين والقتلة المتورطين بدماء الأبرياء أعتقد بأنه قانون العفو العام هو من أخطر وأهم المواد التي سوف تذهب إليها الكتل السياسية في هذه المرحلة بالتحديد لأن مثل هذا الموضوع سوف يحل إشكاليات كبيرة جدا على أن لا يكون هذا الموضوع يستثنى منه الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي والإرهاب وبقية التفاصيل الأخرى التي هي عليها نقاط خلاف حقيقية ما بين الكتل السياسية توافق المسبق قبل تشكيل الحكومة الحالية على تمشية الملفات التي شكل ائتلاف إدارة الدولة على أساسها عند هذا المسار ستنضي الكتل السياسية في تجهيز مشروع قانون العفو العام وتشريعه داخل البرلمان باتفاق سياسي أول الأحزاب السنية تسير بهذا الاتجاه مع الإطار التنسيقي لتمرير قانون العفو العام عاجلا أي بعد الانتهاء من حسم التفاوضات النهائية بشأن الفقرات المختلفة عليها داخل مسودة القانون أحمد ليث بغداد قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر